ذكر مشكلة عنده فيما يتعلق به الوسواس و يعني ذكر شيء من هذا القبيل يا خالد بارك الله فيك كأني عرفتك فأنت الذي سبق أنك اتصلت بنا و تكلمت معك كثيرا و فصلت لك في مسائل الوسواس و حذرتك من مغبة الاستمرار في هذا الطريق لأن الوسواس إذا استسلم له الإنسان لن يقف عنده حد و رائد و رسول و قائد الوسواس هو الشيطان فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس و للأسف الشديد يعني ظاهرة الوساوس منتشرة في الجنسين هناك من يتواصل معي أيضا يعني تحت الهوى و في الخاص ف يعني للأسف الشديد لما تتأمل في أغلب الموسوسين تجد بأن هذا من عندي أنفسهم فهم الذين يعني أسهموا إسهام كبير في أن يدخلوا هذا المعترك الصعب و هذا الطريق الضيق و هذا المسرب المظلم و بعد ذلك يتورطون أخي الفاضل بارك الله فيك عندنا قاعدة في الشريع اسمه قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك الأصر في كل شيء الطهارة الأصر في الثياب و في الأرض و في الكنب و في الكراسي و في الأبواب و في الملابس الداخلية و الملابس الخارجية كل شيء الأصل في الطهارة بارك الله فيك و لا يجوز الإنسان أن يعتقد نجاسة هذه الأشياء يوجد من الناس من لديه وسواس في مقبض الباب يقول ما أدري يمكن واحد مسكه غير طاهر يمكن كذا يوجد و اعتقد يشاهدوني بعض اللي يتصرون بي وسواس يعني خطير يصل إلى درجة الجنون بعض الناس يقول لك و الله مثل أخونا خالد يقول أنا ما أدري جلست على الكنب تنجس الكنب ليش يتنجس الكنب و لماذا تقول مثل هذا السؤال الله يرضى عليك فبعض الناس للأسف وصل استسلام لي الوسواس أوصله على حافة الخروج عن الإسلام و العيادة بالله أصبح يشكك في العقيدة يشكك في الله يشكك فيه لماذا لأنه سمح للشيطان أن يتربى على قلبه و يدخل إلى صدره و يلعب فيه كما يلعب فيه الصبي بالكرة فاتقوا الله خافوا الله عز وجل ما يجوز الإنسان أن يستسلم للوساوس و بعدين سؤال واحد كل موسوس يشاهدني أسألك بالله و أسألك بالله هل فعلا أنت الوحيد على الحق و أنت الوحيد على الحق و كل اللي يحولكم على باطل و خطأ ما تشوفون عيالكم ما تشوفون أخوانكم في البيت ما تشوفون زوجاتكم ما تشوفون أزواجكم ما تشوفون جيرانكم تشوفون الناس أمة محمد كلها على غلط و أنت يا أيها الموسوس و يا آياتها الموسوسة على صح سامحوني يمكن أن الكلام شوي ثقيل لكن بعض الإخوة اللي عندهم مثال هو يريد جلد الذات يريد واحد يجلده يريد الواحد يقص عليه ليش؟ لأن أصره مم مقتنع لكن أنا أحاول أني أقدح هذه الشرارة في نفسك و في عقلك فكر معقول أنت على صح و كل هالناس على غلط معقول كل اللي في البيت يدخلون دورة المياه و يطلعون مرتاحين و مطمئنين ما عندهم أي مشكلة على غلط و أنت اللي على صح تقعد أربع ساعات و ثلاث ساعات في الحمام و تفتش تراويلك و ثيابك و أغراضك اتقوا الله خافوا الله عز وجل و لذلك نصيحة الإخلاص لله عز وجل أمر الثاني بناء الأشياء على اليقين على اليقين كل شيء طاهر الأصل في الأشياء اللي حولنا طاهر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيباته من الرزق أمر آخر عندنا قاعدة ثانية اسمه المشقة تجربة التيسي و من جملة مفرداتها أن الشارع الحكيم رخص لمن استجمر فيما يتبقى من أثر الاستجمار و أنه معفو عنه ما معنى ذلك شخص الآن ما يستعمل الماء استجمر بالمنادين بالمجزوم أنه سيبقى أثر سيبقى أثر بالمجزوم لأن هذا الأثر ما يزيل إلا الماء ما يذهبه إلا الماء هذا معفو عنه هذا معفو عنه الشارع الحكيم عفى عن القطرة و القطرتين من البول طبعا هذا الكلام لما نقوله موسوسين يعتبرونه ناقض من نواقض الإسلام عفى عن القطرة و القطرتين خاصة الإنسان لما يتحكم و لذلك أنه سألنا ما قال قال انضح فرجك و قم حتى إذا جاءك الوسواس قل لا هذه من الماء و ليس من البول الصحابة رضي الله عنهم ابن عمره في الصلاة عصر بثرة فطلع منها الدم و كم الصلاة ما عنده مشكلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد يخوض في الماء في الطين حافي القدمين يخوض في الطين و يدخل المسجد ما يغسر جليه و تعرفون قديما الماء اللي يخرج من البيوت ما كان فيه صرف صحي و هذا الماء يعني احتمال احتمال أنه فيه نجاس لكن علي رضي الله عنه ما التفت إلى مثل هذه الوساوس و الشكوك عمر بن الخطاب كان مع صاحب الله هم مرين في الطريق فنزل ماء من السطح فقال الصاحب عمر يا صاحب البيت هذا من وين ايش هذا الماء فقال لا تجيبه فإنه متكلف يقول لا تجاوبه هو سقط الماء على ثيابه قال لا تجاوبه متكلف هذا الأصل في الماء الطهارة الأصل في الماء الطهارة فيا خالد الله يرضى عليك أنا ما أريد أن أخذ وقت البرنامج أوصيك بتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى و ترك هذا الأمر و الله لو نظرت إلى اللي حولك بس كفاك على أنه دواء من أدوية طرد الوساوس يكفيك شوف اللي حولك فقضية أنك تتعب نفسك بمثل هذه الصورة و تجهد نفسك و بعدين اترك التفتيش هذا و مراقبة ملابسك الداخلية و كذا و جلست علىه اترك هذا كله الأصل في الأشياء الطهارة بارك الله فيك و احرص على أن تطلب العلم و اقرأ في حياة النبي عليه الصلاة و السلام اقرأ في حياة الصحابة الكرام و شوف كيف كان يتعاملهم مع هذه الأشياء يوجد الآن من الناس و للأسف إذا جاء يكبر للصلاة يمكن الإمام يركع ركعتين و هو ما زال يرفع و ينزل ابتلاء جنون وصل بعض الناس إلى حافة الجنون يعني المسألة وين النية ما هي الآن النية عزم القلب على فعل الشيء الآن ترايح للصلاة هذه نية رايح تتوضى هذه نية هذه نية كل شيء له نية رايح الدوام هذه نية دنيوية الآن لما تطرع من البيت طالع وين وين طالع الصبح رايح الدوام صح و لا لا هذه نية دنيا هذه نية إنما العماله بالنية رايح المسجد شو تسوي بالمسجد تلعب كرة قدم في المسجد و رايح تصلي رايح أصلي هذه نية ما في داعي أن أكبر بهالطريقة هذه وأعصر نفسي وأحاول اتقوا الله الوساوس للأسف انتشرت في زمن العلم نحن في زمن العلم زمن المعرفة زمن المعلومة اللي تجيك في بيتك و في غرفة نومك و مع ذلك يحصل مثل هذا الأمر المحزن